لجانا لحضراتكم ومعانا أبو محمد سلام عليكم يا فضلك الشيخ إزايك يا حاجة أبو محمد؟ أنا بحييك على هذا البرنامج وأنا يعني عندي 62 سنة ومريض كنت ماشي وقعت فعدست يا ابني دلوقتي خالص عن الحركة فأنا بأناشدك أنك تجيبني صبرا وأنا أعلم من القرآن والسنة وهل هذا ابتلاء أم تكسير جنوب وكلتا الحالات أنا بتمثب بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إنه عبره وكله لخير طيب سيدة أبو محمد وأنا أشدك أول قلوب الرحيمة أنا بحتاج سير طبيعادي ولو مستعمل حاضر أنا أقول لك حاجة بالله عليك عشان أبو مستعمل بس خليك معايا أبو محمد أنا أقول لك شوية حاجات أولا إن شاء الله تكون اللي أنت فيه ده رفع في الدرجات يعني عادتنا مع مولانا سبحانه وتعالى لما أهلنا يكونوا كبار في السن وربنا سبحانه وتعالى يعطيهم هذه العطية يقول لك لأن ربنا سبحانه وتعالى مخبلهم مقام فربنا سبحانه وتعالى يكرمهم بمثل هذه الأشياء عشان يرفع مقامهم لحسن لما يدخلوا الجنة عقلهم يروح فربنا يدي لهم الكلام ده عشان إيه اللي حاصل عشان لما يدخلوا في المقام العالي ده اللي ما كنوش مستحقونه يظنوا إن دوت من إيه من اللي هم صبروا عليه في الدنيا ولذلك من أهم أنواع الصبر والصبر على البلاء والشدادة اللي أنت فيه دوت كلمة البلاء اللي يخوف رد الفعل بتاعنا إزاي بنستقبل هذا الظرف اللي ربنا حطينا فيه فإذا صبرنا كان ده أمرنا له خير عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته دراء صبر فكان خير الله طيب أنا أبشرك بإيه بإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أبشر يا سيدي بدا أنت كل الناس بيدخلوا وعندهم بيأخذوا الحاجات بمقدار ويقولوا إيه إنما الصابرون لما يجوا على أبواب الجنة وعلى مولانا سبحانه وتعالى يقولهم ادخلوا فاخذوا ما شئته بغير حساب أمر الثاني والمهم اللي أنت لازم تحطه في ذلك إن الله سبحانه وتعالى وهو خلاك في الحال ده ما ينزل مرض في الجسد إلا ويعالج به مرض في الباطن وإذا مردته فهو يشفين كل ما ينزل مرض على جسدك بيعالج مرض في باطنك في قلبك لو قالوا لك تدفع قد إيه عشان قلبك يتداوى كتير وعشان كده أصبر وتوكل على الله نصحت لحضرتك إن أنت تقول بعد كل صلاة وإذا مردته فهو يشفين سبع مرات وإن اللي حاصل وتشكر الله سبحانه وتعالى على سائر نعمي مش المشي بس هو اللي يخلينا نفقد استقاف نعم ربنا نعم ربنا كتيرا كفاية أني خلاك تعرف تكلمني ده وتقول إن أنت متمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبشر إن شاء الله ده ربنا يجعله في رفعة الدرجات حاجة أبو محمد إن شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك معنا الأستاذ صبري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمة وفضل الحمد لله أبتزل حضرك بس السؤال أن أبويا الله يرحمه ميت من حوالي خمس ست ثنين الله يرحمه أمين يا رب وحمات ميتة يعني بجلاش عشر خمس ستشهر يوم مع أبوي أحلمت حلمين أو ثلاثة ومع أحلمت حلمت نفس الحلم إلا أنا كلما رح الطرم ألجيهم صحين وأجيبهم واجي البيت طيب فأنا مش عارف والله دي بوش أو إحنا من عادتنا في البنامج إحنا ما بنفسرش أحلام كتير ليه طيب لأن الأحلام إما أن تكون بشرة أو أن تكون تحذير وكل واحد فينا يخلي باله من علاقته بربنا إيه بقى الحلم اللي أنت فيه دوات الحلم اللي أنت فيه ماذا لهم أحياء عند ربهم يبقى إيه اللي حاصل يبقى دي بشرة فأبشر إن شاء الله إن أمه إن شاء الله يكون حالهم حال سرور ويمكن دوات من عاجل بشرة المؤمن الأستاذ عنصاف من اسكندرية السلام عليكم أستاذ الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا عايز أسأل حضرتك بخصوص العدة للزوجة واحدة بنتي أنا جوزها توفى وهي كانت في بيتها بيتها ده كان هو غير أدامي نهائي ولا تقدر تنام فيه الراجل كان من أمه على الأرض وإحنا في الشتاء فأنا خدتها عندي لغاية لما نعملولها بضبنا لها البيت ومنفرش لها فهي فترة عندي مثلا حوالي 15-20 يوم على ما نفرش لها عشان معها طفلين فهل ده حرام ولا هلال مش عارفة هقولك حاجة يا ستة هو الأصل إن الست ما تخرجش من بيت إن هي تعتد في البيت اللي توفى عنها زوجها اللي هو بيت الزوجية أربعة أشهر وعشر يعني 130 يوم طب إيه اللي حاصل إذا كان البيت ده وقت فيه علة إما البيت ده يجيب مرض أو البيت ده وقت خطر ما ينفعش تقعد فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وإحنا عندنا مقصد حفظ النفس فإحنا لازم نراعي المسائل دي إذا كان البيت ده زي ما حالك بتوصفي كده غير أدامي يجيب رطوبة طب هي هتقول لي لي واحدة هي يقولي طب ما كانت عايشة في البيت ده قبل ما جزها يتوف ما كانتش فيه فلوس أو أنت ما كنتش عايزة تساعديها لسبب أو لعلة قبل كده ووجدت دلوقتي أن الأولاد عيجررهم حاجة أو البيت ده وقت يمرض آه في بيوت تمرض طبعا أقول إحنا عملنا المبادرات الموجودة عشان نلحق الناس ديت وحياة كريمة دي بمعمولة ليه لأن في بيوت ممكن تودي بحياة الناس في بيوت اسمها بيوت عالية المخاطر فإذا كان البيت ده عالي المخاطر يعني لو عاشت فيه بعد الشر يجي لها التاب رئوي أو بعد الشر يجي لها مرض أو يجي لها حاجة في المفاصل آه دي ضرورة تبيح المحذور فيجوز لها أن هي تفضل معاك لغاية ما البيت ده يتصلح وترجع تاني تعيش في البيت ده طب ليه دوت لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على أرواحنا وعلى أنفسنا ولذلك أنت لكي ثواب أن أنت بتعملي كده وهي لا تكون مخالفة لمسألة أنها معتدة في بيت الزوجية أبدا بل هي تحافظ على حياتها وتخرج من الضرر أستاذة آية من الجيزة تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايزة بسا تشح حدرتك في استشارة تفضل يا فاند بالنسبة لبنتي من ساعة ما اتجوزت جوزها كان كواس جدا في قام الخطوبة وبعد الجواز على طول حرف عليها يا مين تلا أن هي لا أهلها يدخلوا عندها ولا ولا إحنا نروح عندها ولا هي تجا عندنا طي هي علشان تراضي وعشان ما تخربش بيتها بقت معي دلوقتي هي حامل ولا وضع فقلت لها بنتي أنا ماينفعش أسيبك وأنتي حامل إنك إنتي معنديكش معنديكش ذراية إنك تشييي بيبي مثلا وضياري له كلام من ده طي فقلت يا أنا هراب يد لا يا مون وقا ويتيجي عندي هتخرب بيتي ومش هتخرب بيتي طي سؤال حضرتك بقى على مسك يوم مشيه تحت طوعه وده ستعلينا إحنا فأنا عايزة أعرف يعني أولا بناشي العبارة وده السرع بيها والجوزها إيه طي أقول لحضرتك أولا نشيلي العبارة الأخيرة اللي عبارة إيه إنه يوم مشيه تحت طوعه وده ستعلينا بلاشي الكلمة دي الكلمة دي ملاشي أي لازم لكن خلينا دلوقتي إيه إيه جوز بنتك حلف حلفان أولا نخليه اتصل بينا عشان أعرف الحلفان إيه وممكن يكون الحلفان أصلا يكون سهل ومن أقرب طريقه تروح تشوفي بنتك وكل شيء بس أنا كمان بنبهك إن الحالة دي حالة أي علاقة فيها فساد ما بين بيبقى العلاقة فيها سببها الطرفين قد يكون ده التعسرات في أيام الجواز قد تكون ده بعض الأمور المتراكمة فلابد إن إحنا يبقى فيها إصلاح خليه اتصل بينا وما تقلقيش إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب الفرج وإن شاء الله يكون الأمر سهل وقد يكون الأمر هيقف عند حد بس إيه عند حد الكفارة اليمين بس خليه اتصل بينا إن شاء الله إذن فلازم نخلينا نخلي بنا إن الأحوال اللي زي دي لما يكون في حلفان ما نتصرعش والبنت تقول ده هي تخرب علي أو الأم تروح راحة وتقول له ألا يهمك الطلاق ده لا يعودوا ويسألونا في درق الإفتاءة المصرية أو يسألونا هنا يسألنا الزوج عشان هو اللي تلفز باللفز ده ونصحت للأزواج اوعى توقع نفسك في وحلة الظلام ووحلة الظلم مش ظلم وظلمات يوم القيامة مش بس الظلم وظلمات يوم القيامة الظلم كبيرة والظلم ده وقعت والعياذ بالله يغض بالملك اوعى تعيش في غضب الملك وانت شايل مظالم الناس على كتفك وخاصة أقرب الناس إليك اللي ربنا وصاهم اللي ربنا وصاك عليهم فأول ما يحاسب عنهم العبد ما استرعاه الله اتقوا الله فقل سنتكم وانسوا ألفاظ الطلاق ده البيوت موجوعة واللي فيها مجروحين بلاش الطلاق وبلاش التهديد التهديد ما بيجيبش غير والعياذ بالله كل نار ووجع في القلوب لابدى من التهديد ما بيجيبش شكرا